اشتركوا في القناة 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 نحن بس بدنا نوقف على التليفون حاول نوقف كمان اللابتوب ظاهر ان مراحة اللابتوب عام لهذا الصوت وعلى التليفون بيكون الامر جيد جداً نعم فإحنا مثل ما قلنا الآن رح نتحدث عن المدارس نتحدث عن أصناف المدارس الموجودة عن التحديات الموجودة في المدارس لأبنائنا وأهم المشاكل اللي يعاني منها أبنائنا في المدارس كيفية التعامل معهم في هذه المشاكل كيفية توجيههم نعم نعم أنا الآن دخلت معكم ولكن في إيكو على الصوت يعني لا هيك تمام في صدى فقط آه في صدى لأنه في صوت اللابتوب موجود فحاول أعمل بيوت تعمل بيوت على اللابتوب والآن تمام كده ممتاز هكذا موظوط؟ آه أمتاز جداً فضل فضل نعم نعم بداية الموضوع له أهمية كبيرة حقيقة وقدر الله أنني من عام 96 يعني 96 وأنا في ميدان مع أنه تخصصي بس لتوضيح أنا أنا فيناش الكنسلتان ولكن عند مينار أدمينيستراشن وفي التعليم وفي المدارس من عام 96 إلى يومنا هذا تخللها من عام 99 إلى 2004 أنا كنت مدير نفسي بنفسي كنت مدير ثانوي في مونتريال إضافة إلي أني كو فاوندر لعدة مدارس نظامية الآن اللي هي اليومية اللي هي تتبع برنامج جزارة التعليم بداية أريد أن أشير بعجالة إلى أنواع المدارس الموجودة الأساسية المتعارف عنها واللي يعني تتجهل ألها أبناء الجاليات وأبناء الوطن بشكل عام يعني طبعاً هناك المدارس العامة البيت اللي هي تأخذ المجورة من الطلاب في أنحاء الوطن الكندي كلياته هناك المدارس الخاصة وهي مقصمة إلى عدة أقصى منها المدارس الدينية اللي هي كما البروتستان والكاتوليك وهناك مدارس الجاليات إذا صح التعبير اليونان الإيطاليين الأرمن وهنا أريد أن أتوقف أنه عند الجالية اليهودية لها نوعين من المدارس عندها المدارس البيت اللي هي جاليوية إذا صح التعبير وعندها المدارس الدينية بالنسبة للمسلمين أو الجالية الإسلامية في كندا حتى هذه اللحظة المدارس تبعتها هي مدارس جاليوية وليست دينية وستفع نأتي بالفرق بين المدارس كلها شو الفرق وخصوصاً هناك الناس تتفاجأ بالتعريف أن المسلمين مدارسهم ليست مدارس دينية إنما مدارس جاليوية وكلمة جاليوية لا تعني فقط جالية بعينها إنما هي تخدم community بعينه والcommunity ليست بمفهومنا يعني ليست فقط العرب أو ليست فقط الإيطاليين أو ليست فقط ولكن community هي تخدم مجموعة من الناس أو مشتركين بنوع من التقافة المشتركة والعقائد المشتركة وما إلى هناك حتى توضح نقطة وبعدين نفتح المجال لحضرتكم الفرق بين المدرسة الدينية والcommunity school الشرط الأساسي للمدرسة الدينية أن تدار من قبل هيئات دينية يعني religious body حتى اللحظة من خلال ما عرفتي أنا يعني تعاملي مع المدارس كلها اللي هي تعتبر مدارس إسلامية إن كون هنا ولا في الولايات المتحدة لأننا نسافر كثيراً إلى هناك لهذا الموضوع كل مدارسنا تدار من هيئات مدنية إذا صح التابقر فهي civil فإذنات إرليجيس سكول بيرسي رقم اثنين المدارس الدينية تعلم الدراسة الدينية اللاهوت الفقه فبالتالي مدارس المسلمين لا تقوم بهذا الموضوع فهي تعلم المادة التربوية العامة وتضيف عليها العربي نسمى Islamic Studies 101 يعني الأمور الأساسية حبيت أوضح هذه النقطة حتى أنه هذه لها أهمية مطلقة بالنسبة للنقاش اللي جاي إن شاء الله النقطة مهمة جداً أستاذ سامر يعني إحنا الآن بنتكلم عن تصنيف المدارس بشكل عام عندنا مدارس دينية وعندنا مدارس خاصة وعندنا مدارس ببليك والمدارس الإسلامية أنت تصنيفها كجزء من المدارس الخاصة الخاصة في community school نعم الخاصة في community school لأنه الخاصة في community school وفي خاصة غير منتمية لأي community وإنما عام صحيح فأحنا بنتكلم عن ثلاث أصناف عندنا مدارس دينية ومدارس عامة ومدارس خاصة نعم وأنت وجدت أو أدرجت المدارس الإسلامية تحت المدارس الخاصة ولم تدرجها تحت المدارس الدينية لأن المدارس الإسلامية لا تدرس ولا تتخصص بتدريس الدين نعم أنا أريد أن أضيف نقطة هذا ليس فقط هذه كل وزارات التعليم في كل المقاطعات في كندا لا تعتبر المدارس الإسلامية ريليجيس سكولز حتى لوزارة التعليم لا تعتبرها ريليجيس سكولز إذا يوم من الأيام فتحت الجالية المسلمة مدارس التخريجة علماء أو فقهاء أو مدارس شريعة إذا صح التعبير ساعتها اسم مؤسسة دينية أو مدرسة دينية حتى اللحظة ليست موجودة هذا الكلام طيب مدارس الكاتوليك اللي موجودة في كندا مدارس الكاتوليك مدرس فيها مختلف الطلاب فيها نوعين نعم نحن في كيبك سابقا لما سابقا أقول فقط في التسعينات ليس سابقا كتير لا كان هناك مدارس كاتوليك كاتوليك فقط تدخل مدرسة تطلع مدرسة لاهوتية يعني دراسة شرعية زي صح التعبير نعم بينما المدارس عند اليهود الأرثوذوكس في كيبك نحن نحكي على الأرمان الخاص في كيبك في مناطق معينة في مدارس الأرثوذوكس يعني هي فقط تخرج علم إذا صح تعبير العلم الديني اليهودي نعم أما الأرمن والإيطاليين والمسلمين وبعض مدارس اللي تشرف أو تعتبر كاتوليك بوردي يعني هلأ بطلت موجودة الآن شعلوها شعلوها بالتسعينات يعني فهيدي مدارس مثل ما نحن مدارسنا وفيها ثقافات تضاف عليها بعض الحصص الدينية إذا صح التعبير والمعاق والاجتماعية التقليدي تعتبر على التقاليد يعني نعم يعني مدارس الكاتوليك الحالية الموجودة هي مدارس خاصة وليست مدارس دينية نعم نحن في كيبك أخي محمد وقفوا هذا المكان وكانوا البروتستونت للإنجليز والكاتوليك الفرنسي كان البوردي اللي يشرف عليهم ولكن هذا الأمر تطور في التسعينات وألغوا هذا الاثنين بوردي بس أنا عم بتكلم فيهم حتى للتوضيح فقط فهني ألغوهم الآن تدار البوردس تدار من هيئات منتخبة طبعا طبعا إحنا بنتكلم بهذا الكلام لتمييز الواقع وليس تمييز ما بين المدارس إحنا المدارس كلها عندنا مدارس محترمة المدارس كلها عندنا على مستوى واحد وعلى تقدير واحد بالنسبة لنا وطالما إنها قانونية وملتزمة بالقانون الكندي فهي بالنسبة لنا بنفس القدم والمساواة بين كل المدارس وعلى بعضها البعض ولكن إحنا متكلم عن الواقع الموجود وتصنيف وتمييز المدارس عن بعضنا بأسمائها التي هي اختارتها لأنفسها ولم نسميها نحن بها نعم أنا أريد أن أضيف نقطة مهمة أنه على الأقل مدارس الجالية المسلمة لا يوجد شيء اسمه طالب والله إذا غير مسلم لا يدخل لا لا الكل يدخل يعني قانونا وعلى أرض الواقع هناك مدارس كثيرة خطوصت في إنجليش كندا والعكس صحيح والعكس صحيح والعكس وعلى مدارس الكاتوليك كمان المسلمين وغير مسلمين يدخلوا فبالتالي حتى في إنجليش كندا في كثير من المدارس عندكم في أونتيريو فيها غير مسلمين يدخل فيها أنه غير قانوني أصلا تقولي والله أنا فقط نسمح للمسلمين يعني لا يوجد لأنه مدارس دينية أصلا طيب خلينا نأخذ الآن على موضوع المميزات تبع كل نوع من أنواع المدارس هابي نعم هل هناك مميزات معينة ممكن توضحها لنا لكل صرف من هذه الأصناف نعم المجال الواسع يمكن أن نتطلق إلى الأمور الأساسية طبعا حتى نبدأ بالموضوع المادي المادي والإمكانيات المادية إذا صح التعبير لا شك أن المدارس العامة أكتر مؤسسات لها دعم مادي طبعا أبناء الوطن الكندي من المقيمين واللي صلنا فترة سنوات بالبلاد الأصلية اللي أتينا فيها المدرسة العامة عليها إشكال يعني عادة أن الصيط ليس بهوى بقوي جدا هنا العكس صحيح هنا حقيقة الإمكانيات اللي تضعها وزارات التعليم في مدارس العامة الإمكانيات هائلة مفتوحة يعني وهذا الحقيق يقال فيها هذا الأمر لا يمكن لواحد أن يخفيه أو ينفيه أنا أريد أن أشير إلى النقطة حتى الآن نقع فيها نقول وزارة التربية والتعليم هنا لا يوجد شيء اسم التربية سوف نأتي عليها فيما بعد هي وزارات التعليم فهي ما في شيء آخر يعني حتى لا نعرف إذا في تيرمونولوج باللغة الإنجليزية عن التربية كمافهوم تربية لا نعرف إذا فيها كلمة يعني موجودة باللغة الإنجليزية ولكن على الأقل هي وزارات التعليم فإذا من الناحية المادية لا شك أن المدارس العامة هي أكثر إمكانيات وتضع فيها الحكومات المقاطعات إمكانياتها كلها لأنها حقيقة أكثر طلاب يتخرجون منها نأتي إلى المدارس الأخرى الخاصة تتميز بقى حسب الخاصة هناك خاصة بإمكانيات الأجرات أو الفيز غالي جداً 10 و 15 ألف و 20 ألف دولار في السنة هذه ما يستطيع عليها كل إنسان هي طبقة معينة في المجتمع وهناك الأفرج المدارس اللي كما هي الأبناء الجالية اللي هي المدارس تعتبر أفرج زائد نائس البعض خدرها غالية السمن ولكن حقيقة من خلال اطلاعي الموضوع المادي ليس هو الأساس في المدارس الجالية هو الموضوع المضمون ولذلك ترى مدارس الجالية من التحديات التي توجهي الموضوع المادي المدارس الأخرى اللي هي قد تكون كاتوليك أو أرمن فيها هيئات كبرى تديرها يعني حتى بعجالة مثلا المدارس الإيطاليين مدارس اليونان تديرها كل الجالية اليونانية وليس فرع من الجالية اليونانية نحن مدارس الجالية في أونتاريو فيها عشرة وكل واحد يديرها واحدة يعني ليست الجالية مجتمعة على مدارس معينة مختارتها فهذا الأمل ليس موجود في الجالية المسلمة فهذا ليس عيبي يعني لأن الجالية لها خلفيات مختلفة يعني الجالية المسلمة ليست قائمة على هوية لبناني وسوري باكستاني ولا هي قائمة على هوية دينية أكثر يعني بينما عند اليونان وعند الإيطاليين وحتى عند اليهود اليهود كثير منهم بيعتبروا أنفسهم اكثر من ريليجيس يعني أصلاً ما بيكونوا ريليجيس أبداً فبالتالي هذا كمان ميزة من ميزات أنه نحن مدارس تدار من قبل هيئات مختلفة وليس من قبل جالية واحدة إذا صح التعبير نجي على المدارس الدينية البحثة تديرها بسموها ريليجيس باديز تديرها هيئات عفوا دينية قد يكون مركز ديني قد يكون كنيسة قد يكون البروتستان هذه المدارس الدينية وإمكانيات هذه المادية لا بأس بها يعني أكثر التحديات التي توجهنا هي مدارسنا نحن مدارس الجالية وسطاً نأتي لما حضرتك تبدأ في موضوع الأسئلة هناك بعدها تأتي بعد الأسئلة الدكتور جمال بيحكي للعلم من يدير المدارس أناس منتخبون من قبل الشعب مثل مجلس البرلمان ويحاسبون على ما يقومون به نعم 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 طيب أستاذ سامر الآن تصنيف المدارس بهذا الشكل لو بدأنا نحن بالمدارس البابليك سكول ما الذي يجعل الطالب يترك البابليك سكول ونحن نعرف أن المدارس العامة التي ترعاها وزارة التعليم مدارس مميزة ليست مدارس هشة ولا مدارس ضعيفة يعني مدارس مميزة ومتعوب عليها ولها دخل جيد وعناية جيدة ما الذي يجعل الناس تترك هذه المدارس وتتوجه إلى مدارس أخرى مدارس خاطئة أو مدارس دينية نعم المدارس العامة هي قرار الأباء والأبناء اعفن الأمهات يعني ليست قرار الأهل وليس قرار الأولاد بالمغادرة من البابليك سيستم فلابد الإشارة إلها هي حتى تخدم يعني تخدم هدف الأباء في عملية التربية يعني عندما نأتي الآث اللي هي غالية الثمن يعذرني في هذا الكلام يعني أنا مضطر أن أتكلم بهذه المفردات اللي هي لطبقة معينة بتحس نفسها لأن المتابعة بتصير مختلفة طبعا ما في شك أنه لما يكون أنا بحط 25 دولار في السنة على أبني أو على بنتي طبعاً الخدمة تكون بأسلوب مختلف وأن يكون واقعاً أشير أنه كل المدارس وأنا لابد أنا هون في غاية الأهمية أنه من مستوى التعليم البابليك ليس أقل يعني هو فقط حتى نوضح الكلمة يعني صحيح لبرايفت هناك متابعة شخصية أكتر في المتابعة ولكن ما شاء الله أمة كندا ككل هي تدار من معظم المتخرجين منها من البابليك سيستفى حتى نوضح هذه الكلمة الأمر الثاني في غاية الأهمية أخي محمد هو خدمة الcommunity أرجع وأعود أقول أن الcommunity هي التي تؤمن بثقافتي وبعاداتي وبتقاليدي فتأتي هذه المدرسة تأخذ المواد العلمية من وزارة التعليم وتأتي وتضيف عليها تعطي لمسة عليها لمسة العادات والتقاليد وإذا كان في موضوع ديني على الخفيف أو موضوع تاريخي بعض الأحيان فهذه تأتي لتخدم هذه الجالية من الناس وأرجع وأعود الجالية لا أنتماء وطني أو قومي إنما الجالية هي مجموعة من الناس مؤمنة بها أو عندها أرضية مشتركة في عدة عوامل نعم، يعني نحن نقول أن الناس الآن تقبل على نمط معين من المدارس من أجل ثقافة معينة تريد أن تعمقها في أبنائهم أو من أرجل تركيز على أبنائهم بمستوى معين من العناية والاهتمام في مجال الأكاديمي وفي نقطة إضافية حساسة شوي وهي أنا أجدها عند كثير من الأصدقاء يلي هن من جاليات مختلفة وعقائد مختلفة ولكن أصلاً ليس لديهم ارتباط ديني بأي شيء هو يعني أنه في البابليك سيستم النظام الانضباط السلوكي أقل حقيقةً يعني أقل كيف بدي استخدم المغفردات حتى يكون صحيحة أقل التزاماً أو أقل ضبطاً لانضباطاً فبالتالي فيه انتشار لموضوع المخدرات فيه انتشار لموضوع العصابات هل منه موجود في الأماكن الأخرى موجود ولكنه أقل بكثير من خلال خبر 20-25 سنة الآن في الميدان أقل بكثير فكما يفي كثير من الأباء والأمهاتي أنا أعرف بشخصياً يلي هنه أصلاً ليس منتمين للجالية العربية ولا المسلمة يلي هنه يشيلوا أبناءهم من البابليك سيستم فقط لهذه الأسباب لأنه ما فيش ضابط ما فيش حتى الإدارة التدخل في الأمور الخاصة للطالب إذا وجدته سلوكياً أو أخلاقياً ليس هناك تركيز لأنه كما ذكرت وأعد وأكرر أنه نحن هناك وزارات تعليم بالأبستركت تيتشينج مجرد لا يوجد وزارات تربية يعني ليس هدف وزارة التعليم هو التربية لأنه نبدأ أن هذا الأمر نقل حطه في بالنا وأنه نفكر ونميز بين المدارس طيب مدام دخلنا على التحديات والمصاعب التي يواجهها الأهل مع أبنائهم في المدارس العامة إيش عندنا أشياء ممكن نتكلم فيها واضحة ويعني المصاعب فيها أمر واضح جداً وعليها أمثلة كثيرة في المدارس العامة نعم أهمها على الإطلاق هي عملية التأثر للأولاد المدارس العامية هي big community فما فيهاش ضبط ما فيهاش عملية discipline فيها انتشار لبعض الإشكالات ليس معنى أنه كل الطلاب بالعكس لها يعني ولكن ممكن للطالب أن يتأثر بالمحيط طبعاً وهناك موضوعين أساسيين أو ثلاثة عفهم موضوع إذا صح التعبير السلوكي يعني هناك موضوع الجانجز والعصابات وما إلى هناك وانتشار المخدرات بشكل مكثف بعدين هناك موضوع الدراسة بحد ذاتها والمتابعة فبالتالي في الـ public system مهما حاولت الإدارات أن تتابع ليس كما هو في الـ private system فهؤلاء ثلاثة تحديات كثيرة كبيرة تواجه الأباء بالنسبة لأبنائهم وهذا حقيقة ليس الأمر علينا فقط ولكن هذا الأمر معروف لدى كل الوزارات التعليم أنه هناك إشكال توزع المخدرات هناك العصابات هناك تمتشر عملية حتى إدخال السلاحة للمدارس وهناك لما قد يراه البعض يتعارض مع مفهومه الأخلاقي والديني والعقائدي والسلوكي عملية التتشينج عملية العلاقة الشاب مع الشاب والبنت مع البنت عزرني أنا عم ندخل شوي بأكثر تفاصيل نعم طويلة نعم عزروني يعني ولكن هذا الأمر له أهميته فبالتالي هذه الأمر أعود وأكرر هذا الأمر ليس محصور فينا قد يتفاجأ البعض قد يظن بعض أبناء الجالية أنه فقط نحن نحترن لا 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 نحن قد نكون مخطئين هناك ما أعرفهم العشرات خلال هذه الفترات اللي هن منتمين لجاليات ومنتمين لأفكار أخرى عندهم هذا الأمر حساس جدا فبالتالي بيسحبوا أولادهم من المدارس أنا أعرف كثير من الفرنسيين الفرنش كناديان يعني الكباكرس كان يمرق في المدرسة أبل ما يحط أولاده في السيجوندير يمرق في المدرسة أمام المدرسة مرات ومرات حتى يشوف مين هو في بره يشوف هل بيع مخدرات هل في بنات وشباب أسلوب غير الطبيعي فيسحب أولادهم ويضعهم في البرايفت في بروتستان أو كاتوليكس كلما إلى هنا فهذه من الأمور الأساسية لتدفع الأهالي إلى سحب أولادها أو أخذ القرار من البداية وضعهم في مدارس أخرى طيب أكيد مشكلة للناس عندهم المقدرة أو عندهم خلي نحكي المقدرة المقدرة الإمكانيات المناسبة إنه يشيلوا أولادهم ويأخذوا أولادهم ويحطوهم في مدارس خاصة أو من درس دينية الناس نحكي الآن عن الفئة اللي ما زال أبنائها موجودة في المدارس العامة حتى تتفادى أو تخفف من حدة هذه المشاكل وتأثير هذه المشاكل على أبنائها ما هي الطريقة اللي تبدأ من أول يوم يعني اليوم عنده أولاد عنده بنت أخذهم وسجلهم في المدرسة من أول يوم ما هي النصيحة اللي ممكن أن نقدمها لهم في تعامل الأباء مع الأبناء ومع المدرسة وكيف يستفيد الأباء من المدرسة وكيف يتعاون مع المدرسة حتى يحقق الطالب المثالي في ابنه نعم نعم أنا الله سيبارك فيك السؤال في غاية الأهمية ما سوف أقوله هي انطبق على البابلك طبعاً بنفس الوقت انطبق على المدارس الأخرى إلى حد ما لأن هناك أنا إذا سمحت لي استطرد هنا في بعض الأهالي وأنا وجدتهم بنفسي بجيبوا أولادهم بحطوهم بمدارس الجالية والسلام عليكم مشوين أننا نحن ووص هذا كمان خطأ كبير لأن هذه المدارس لا تخرج ملائكة فبالتالي تخرج بشر وفيها إشكالاتها فلابد من متابعة الأهالي ولكن التحديات في البابلك سيستم نشك فيها من البداية أول شيء بدنا رحمة الله على كل الناس يعني حتى يكون الولد والبنت يطلعوا هادئين بداية ثانياً مسؤولية الأباء والأمهات حقيقةً اللي أنا ما وجدته أنه الكثيرين منهم هذا معلش ابني بعده بصفة سنوي الأول لو قام في هذا الموضوع ما بدي شد عليه كتير ما بدي إضغط ما بدي تابه ما بدي حسسه بدي يكون مترفقاته بعض الأحيان أنا معهد التوجه إلى حد ما لأنه إذا وصلنا للسن الثاني والثالث أعزاني أنا أتكلم عن كيباك قد يكون يختلف الأعمار بالنسبة لأونتاريو وإنجليش كندا اللي هو سن البلوغ إذا سمحت اللي في التعبير هو سن البلوغ اللي هو أخطر مرحلة يمر فيها الولد والبنت في كل المدارس في كل الأعمار وخصوصاً في السنويات هنا تقع الإشكالية إذا كانوا الأباء في الفترات الماضية لقبل هذه تركين الأمور كتجري لا عارفين مين أصدقائهم مع مين نتعاملون مع مين نتواصلون ما فيش متابعات في الدراسة ما فيش متابعات في العملية التعليم التواصل مع الإدارة في غاية غاية الأهمية حضور لقاء الأولياء للأمر متابعة المدرس لن يكون مدرس من زعج لأن المدرسين إذا لقوا الأب مرة أثنين إلى ثلاثين أو الأهل يعني مش سألنين ما بقاء يتابع المدرس عندهم هم أخرى يتركز عليهم فهي عملية المتابعة من هم الأصدقاء هي المدرسة نفسها يتابعي يقرأ عن المدرسة يزور المدرسة يقضي يجد أن المدرسة في هذه النايبرهود فيها مشاكل في بعض النايبرهود حبينا ولا ما حبينا هذه سنن الحياة في بعض النايبرهود فيها مشاكل في بعض النيبرهود أحسن من ألف برايفت سيستم فكمان لازم أنه ينظر هل هي المدرسة مناسبة اختيار السكن أعذرني أنا من أول ما تزوجت كان اختيار السكن أساسي من قبل إذا الله رزق الإنسان بولد يعرف حاله بأي منطقة ساكن حتى لا يختار المدارس العامة اللي هي قريبة خصوصا فيما يحلل مرحلة ابتدائية فبالتالي هناك المتابعة هناك التواصل هناك الاهتمام إظهار للولد أنه الأب والأنف فهمانين الأمر شو عم يتابع أنا على الأونلاين شو عم تعمل من الأونلاين يدخل عليه على غرفته إذا كان عنده لابتب أنا أعذرني حتى أتفاجأ بمرحلة الابتدائي إلى أول سنوي أنا أنصح يكون موجود في غرفة الجلوس يكون أمام الأهل يشوفوا شو عم يصير أمامهم فإذاً هي المتابعة هي التواصل هي انتباه على الأصدقاء والناس اللي حوالين الولد أو البنت بالبدايات إذا قدر الله نجح الأب في السنوي الأول والسنوي الثاني وصل لحد البيبرتي حد البلوغ إلى حد ما بيكون حطاة الولد في جملة من الأمور طبعاً أنا لن أخرجك عن الإطار وقل لك الأمر الآخر المدارس نهار السبت مفيدة جداً في هذه الحالة المحيط الخارجي محيط العائلة بلعب دور أساسي المدارس أعود وأكرر أسمح لي على التكرار ليست في هذه البلاد حتى بلاد ما يمكن أنا لآن أصمحت سنة لثلاثين سنة في الخارج ليست محادن تربوية إنما محادن تعليم وفي فرق هائل بين المحضن التربوي ومحضن التعليم مية في المية أكيد في فرق هائل طبعاً بس للإخوة اللي علشان الملاحظة اللي حضرتك تفضلت فيها في موضوع السكن وعلاقته بالمدرسة طبعاً نحن نتكلم عن هذه النقطة لأن المدرسة تحدد حسب السكن تحدد للأبناء وتحدد للطلاب حسب ما كان تواجدهم وسكنهم فكانك تلمح أستاذ سامر أنه إحنا نختار المدرسة ثم نحاول أن نحدد سكننا حول المدرسة وهذا قدر يجب أن نتعاون معه وواقع يجب أن نفهمه ونستخدمه صحيح كلام صحيح كلام صحيح الآن إحنا تكلمنا عن متابعة الأهل من خلال معرفتهم وتفهمهم ومعرفتهم للمدرسة ومتابعتهم للإدارة المدرسين أحوال الأولاد داخل البيت وفي المدرسة ومع الأصدقاء لنفرض أنه الولد الآن تعرف على المجتمع ارتبط بهذا المجتمع ونحن نريد أن يرتبط بهذا المجتمع ونحن نريد أن يندمج بهذا المجتمع اندمج بهذا المجتمع وتعرف على ثقافات غريبة عن ثقافاتنا التي نريدها هذه الثقافات جزء منها مخالف للدين جزء منها مخالف لصحته مضر بصحته جزء منها قد يؤثر على نفسيته جزء منها قد يؤثر على حياةه الاجتماعية إذا الإبن وقع في مثل هذه المشاكل فما هي الخطوة الأخرى التي يجب على الأبوين أن يخطوها نعم هذا أهمهم جدا أنا أريد أن أشير والناس تعرفها كلها أنه أنا من الناس الذين يرفضون مفهوم الإنعزال الانفتاح على الثقافات في مقولة لغاندي المعنى العام الذي قالنا كلامه أنه نفتح النافذة أستقبل كل الثقافات على شرط أن لا تنزعني من ثقافتي ومن مفهومي فانفتاحنا على الثقافات لا يعني على الإطلاق هو ضياع ثقافتي أو انتمائي أو تقاليدي والاندماج كما أعذرني هناك فرق بين الانتجريشن والأسيميليشن يعني هناك فرق بين الاندماج والتماهي القوى السياسية الشعبوية تدعو إن كان في إنجليش كندا ولا في فرنش كندا إلى التماهي إلى الأسيميليشن وأما القوى النشطة أو القوى فهي تدعو إلى الاندماج نحن مع الاندماج الإيجابي فأنا أتفهم الثقافات الأخرى وأعرفها دون أن أصبح بها هلأ إذا حصل وهو يحصل ليست نهاية الدنيا هذا أنا أريد ولا نتعامل مع الموضوع ببرانويا وبانيك فبالتالي نحن أيضا جينا من بلاد ليسنا جايين من مدارس شرعية ولا كنا في مكة المكرمة كنا في مدن فيها الانفتاح وفيها التواصل والآخر فهذا الأمر موجود فأنا أريد من الأب أو الأم الرجاء لأنه أنا وقعت في هذا الاشكالية مع كثير من الأهل بيصيروا بحالة من البرانويا والبانيك ردات الفعل تبعيتهم تؤدي إلى ضرر أكبر بكثير من عمل فهي عملية الاحتواء الاحتواء هي أنك تخلي الولد في ثبات في حزم حزم نفهم بالحزم الحزم ليس هو القوة الحزم أنه هذا مبدأنا هذا عقدتنا هذا تقاليدنا أنا معادي مشكلة أنك يكون عندك أصحابك شباب حواليك ولكن عندي مشكلة الشرب عندك تطلع بالليل وتشرب معهم عندي مشكلة المخدرات عندي مشكلة التدخين أما عندك تعرف شب وحكون معك صريح حتى ما نظلم المجتمعات الأخرى ليست كل المجتمعات حسن لأسنا نحن المجتمع الملائكة والآخرين لا على الإطلاق المجتمعات كلها فيها الخير وأنا لمست هذا الأمر بيدي في جل الناس فيها الخير فعلى الولد من البداية اختيار الأشخاص حتى لو كان من غير الكوميونيتي بتبعيته يسعى إلى اختيار أشخاص يشتق في معهم مشتركات هذا الرقم إذا حصل الأشكال على الأب أن يستوعب على الأم أن يستوعب ولكن مع استدراك وحزن بيخلق مدرسة السبت كشاف في الكوميونيتي التواصل مع المؤسسات الجالية كي أنا حكوم معك صريح هناك عائلات بيطلع الساعة 7 الأب برجع سبع الأم تشتغل سبعة ترجع خمسة ستة سبتوا أحد مفاضين لحالهم حاطين أولادهم في البابيك سيستم مآخر شي يقول ابني طلع أو بنتي طلعت أنت مجهول حياتك كلك فبالتالي هذا إشكال كبير لا أنت في عليك مسؤولية مضاعفة أنه هذا الويك أند تروح وفي مركز حدك للجالية وفي نشاط حدك للجالية وفي أكتيفتي قد لا يكون بالمستوى اللي أنت بتحبه لقد لا يكون السكاوت تبع المسجد اللي حدك أو المركز اللي حدك والإسلوب اللي أنت بتحبه قد لا يكون السبتي بالإسلوب اللي أنت بتحبه وابنك منه حابب السبت وإسكن منه حاببه ولكن هذه الإيحاطات تساعد مع الوقت ليست في سحر مع الوقت أنه هذا الولد يكون هو متعرض لهذه الثقافات اللي هي قد تكون غريبة عليه شوي وفي المقابل عنده ثقافات أخرى عم تكون محيطة فيه هي تعيده إلى أصوله تفهمه بتقاليده يستطيع الولد مع الوقت هي المقارنة ويكون أنا ما أطلق عليهم مرة كتبت فيها مقالة ومت فيها محاضرة في جامعة كونكوردة فأنا عم بعطي هذا الولد ليس فقط الثقافة الخارجية اللي هي غريبة عليه قد تكون عم بعطي ثقافته كخيار موجود لأله يعود لألها وينهل منه عندما يشأ ولكن الخطورة أني لما أنا كون مجهول حياتي كل وقت عم بشتغل وزوجتي عم تشتغل وأنا بعته ابني على الـ public system all day and night وأصحابه online لأنه فاضيلي ولا هو فاضيلي حيكون في هذا الإشكال ينقع فيه بعد مرور الوقت ويزداد سوءا للأسف عندما يكبر الولد أو تكبر البيت الحقيقة أنا لما دخلت كندا اختفى الصوت أخي الصوت راح ما ما عم بسمعه ما فيش سنة طيب دقيقة ما عم بسمعه عفوا بس اختفى الصوت والصورة الصوت الآن كوي نعم نعم أنا بقول لما دخلت كندا أول شيء قلت لزوجتي قلت لها إحنا يجب أن نهيأ أنفسنا إلى شروط أقل من الشروط اللي كنا نتعامل فيها مع ابننا وإحنا في بلادنا ويجب أن نهيأ أنفسنا إلى أنه لازم نتسامح في بعض الأخطاء اللي كنا نعتبرها أخطاء لكن الآن إحنا في مجتمع هذا المجتمع يحتم علينا بعض الوافد من الثقافات يحتم علينا بعض التعاملات اللي كانت في في وقت من الأوقات في مكان في بيئة معينة كان من الممنوعات إلا أنها في هذه البيئة تعتبر من طبيعة هذه البيئة من الحياة الطبيعية فيها بل ربما أن بعض الجوانب فيها تغذي وتقوي وتفيد أكثر مما كنا التعامل فيها في بلاد أخرى وفي بيئات أخرى هو مضر بشكل كامل هذا التسامح وهذه النظرة مع الأبناء إلى أي حد أستاذ سامر تجد وهذه العلاقة مع الأبناء إلى أي حد تجد أنه بتمكن الإبن من أنه يعتمد على نفسه ويواجه الثقافات الغريبة ويثق بثقافته ويكون قوي ضمن التنوع اللي موجود حوله نعم أنا بداية أريد أن أشير إلى أمر حصل معنا نحن أنا أخي عامر هو أصغر مني سنة وأتى بأظن كان ديكر وبعدين طلع كان عمره سنتين يعني وطلع فإذا نحن جاينا الأصل من لبنان جايين فهو يحترم المدرسة تبعيته فعام بيقلها ميسس أو ميسس أو فبتقل له ليش عم تقول ميسس فوالدتي راحت وقابلتها أنه أنت شو بديك لك شو بدي يقلك يعني عتلقي نديني بإسمي أوكي فبالتالي كانت هذه أول مفاجأة لك أنه الصوت راح ما بعرفين لا لا سامعك نعم فقال له كانت مفاجأة أولى صاعقة أنه نحن الولد طالع عم يحترم معلمته يقلها السيدة أو آنسة وهي بتقول له لا ما تقول لي هدا عمره ثلاث أربع سنوات تصار بالأول ابتدائي هدا أول صاعقة كانت لأنا فهنا اللي انت ذكرته اللي هو عنا يا أنه نحن عفوا إذا هلأ لو أنا كنت في لبنان ووجدت مدرسي إلا هلأ نركض عليه أستاذ من بوسراس نحن هون بيطع الولد خالص شايف مدرسه بالطريق ما بسلم عليه فيه حقيقة فيه تحدي كبير فيه إكسبيكتيشن لازم نخفضه كما حضرتك يعني ذكرته مئة في المئة أنه لازم نخفض عملية الإكسبيكتيشن من اللي نحن كان نعتبره أوعها تقربوا عليه هلأ أنا يقال لي أنه حتى في البلاد العربية الأمور اختلفت يعني بس نحن أنوصرنا فترة بعيدة فالله أعلم يعني ولكن هذا الرقم الرقم اثنين أخي كريم أنا بدي بدي وضح كلام بموضوع ماذا أتوقع من الولد وإذا الولد لما أقول الولد يعني الولد أو البنت يعني حتى ما يكون فيه تمييز يعني إذا حصل الولد وتجاوز أمور معينة نحن مش متوقعينها أنا أول شيء أريد أن أقول أقول أنها ليست ثقافات غريبة مثل ثقافات مختلفة لأنه نحن في وطن قائم على الثقافات المختلفة المتعددة هيا رقم واحد رقم اثنين إذا حصل هذا الولد ليس إشكال كبير أن يأخذ بعد العادات هي اللي لا تتنافى يعني لازم نحن نقنع نفسنا أنه تقليدي وتقاليدي ليست دينية دائما تقاليد أهل باكستان غير تقاليد أهل فلسطين غير أهل مصر ونحن الإشكالية وهنا ندخل فيه أنه ده سأعملنا أكبر الثقافة العربية تربط كل الأمور إلى حد بعيد بالدين بطريقة وبأخرى فبالتالي أي شيء بيصير أنه له بعد شرع عيديني بيصير عملية تجاوزه مسألة خطيرة جدا ولكن ندخل في هذا التفصيل هذا له موضوع آخر فبالتالي هناك بعض العادات لا بأس به يعني أعطيك مثال أن والله الأشخاص بيحكي مع البنت يعني ليست من باب الدين يعني إنما كان من باب المحافظة حقيقة الناس ما بتصلي كانت في لبنان في بعض المناطق ما فيش صلات ما فيش ولكن قوع الشاب بيحكي مع البنت شو الشاب بيحكي مع البنت في الطريقة هون المسألة جدا عادي مسألة الإبداع خلينا نكون معك صريح هون مجالة الإبداعات كبيرة عند الطالب هنا مجالات يعطى للطالب حده في الإبداع نحنا هناك في عملية حبينا ولا ما حبينا في الأسورتي الأسورتي اللي هي أنا السلطة إن كنت أنا مدرس ولا كنت مدير لا أهاجم العادات والتقاريد في الأماكن الأخرى ولكن هذا الأمر من الموجودهم أخي كريم الأمر هو الوسطية في كل شيء لا يحل المواضيع الواحد يقول خلاص أنا دعته ونسجم ولا بنفس الوقت والوسطية هي أخطر وأصعب المواقف فبالتالي هذا الأمر اللي بدنا دائما ما هو اللي عليه كومبرمايز أعطيكم مثال هل أنا عفوا الشرب أعمل فيه كومبرمايز لا ما أعمل فيه كومبرمايز هذا عادة تتقل ديني يمنعني من الشرب هذا ما فيه كومبرمايز ولكن والله يعذرني طلعوا الشباب وصهروا سوا افترضنا للساعة 19 بالليل ورجعوا من المطعم قد يكون في بعض العداد هذه مسألة كبيرة وفيه هنا قد يكون كومبرمايز أنا أعطي أمثلي دقيقة يعني قد يقولي سامر الواحد أنت منفتح عليها ولكن تيجي تقولي والله لا مدامك أنت كومبرمايز خلي الولد والبين تجي ساعة 2 بالليل من الباب يقولي لك لا هنا الآن تجوز فبالتالي هي مسألة وسطية وعلى الأب والأم اللي تعاملوا معها ما فيه وصفة طبية واضحة إلا هي واحدة إياكم والكومبرمايز في بداية العمر للأولد كومبرمايز الأمور الأساسية والعقائدية والتقاليد الأساسية لأنه العودة لألها هتصبح كتير صعبية يزعل الولد منك في البداية يحس حاله أنه غير شوية رفقاته بالنسبة للشرب الأربعة الصباح معلش يزعل في بدايات السنوات حتى ما تزعل أنت ويزعل هو فيما بعد في المستقبل الحقيقة أنا أذكر تجربتي أول ما دخلنا في أو حطينا ابنه في المدرسة أول ما دخلنا كندا وحطينا ابنه في المدرسة طبعا أول شيء وخلنا نحس أنه الأمر مختلف الآن إحنا في حياة مختلفة عام ما كنا عليه أول ما دخلنا المدرسة عشان يسجل الولد كان المدير استقبلنا واستقبلنا المدرس المسؤول عن تسجيل الولد تحديد المواد اللي حيأخذها وبعدين استقبلنا كمان مدرس من أجل أمر آخر فتقريبا ثلاث شخصيات في المدرسة استقبلونا الثلاث شخصيات ما تعاملوا معنا أنا وأمه الثلاث شخصيات تعاملوا معه مباشرة على العكس خلونا نحط الكرسي تبعنا على جنب بس نستمع وأي رأي إحنا بنحكيه كانوا يستمعوا يبتسموا وما يرضوا يسجلوا أي شيء أو يعتمدوا أي شيء إلا لما الولد هو اللي يقرر هو اللي يحدد ثم بعد ذلك بنانع قراره النهائي يعتمدوا كل الأمور اللي حاولوا عبارة عن نصائح لكن هو بالنسبة إله القرار هذه كانت أول مفاجأة إحنا كنا متعودين الولد أحيانا ما يجيش معنا أسطل على المدرسة صحيح يعني إحنا اللي نفتح على المدرسة وإحنا اللي نفترر وإحنا اللي نحدد إيش المواد سيأخذها شو طبيعة الدراسة سيدرسها وإن المدرسة كل الكلام هذا الحدده هو مش عارف بعد ما يخلص تحكيوله خذ هاي مدرستك هذا الباص اللي حيجيك هذا المكان اللي حتروحه حتدرس المواد هذه هذا الصف تبعك هاي كتبك كل التفاصيل إحنا نعملها عنه الآن أول ما واجهنا هذا الأمر بس طلعنا حكينا أوه إحنا الآن في واقع أكيد مختلف مش مجرد أمر نظري نعم في واقع حقيقي مختلف بعد ذلك لما صرنا نشوف التعامل لما تصير كانوا حريصين إنه الأخبار تبعه ما توصل إلا لما يكون هو حاب إنها توصل إذا كان عنده مشكلة في إنها توصل بعض الأشياء بعض الإشكالات إلا بعض الإشكالات المعينة اللي لازم الأهالي يكون مطلعين عليها لكن في بعض التحفظات إنه يوصلوا بعض الأمور عن الولد لأبوه إلا بموافقته إلا بإيرادته فحكينا لأ الأمور صارت واضح إنها مختلفة إذن إحنا هون بنتكلم عن شخصية كاملة وعالم كامل وقرار كامل مستقل للولد إذن أنا مستحيل أكون قادر على إنه أنا أخذ القرار عنه حتى الواقع يمنع هذا الأمر يأخذ القرار عنه فالحل إن أنا أخليه قادر على إنه هو ياخذ القرار الحل إن أنا أكون قادر على إنه أوجه التوجيه المناسب هو يتقبل هذا التوجيه وبالتالي هو يتصرف بناء على المعطيات اللي حوله بشكل سليم نعم وجدنا بالأخير أن المدرسة لها فلسفة في كندا فلسفة المدرسة أنها تهيئ الولد أو البنت ليكون قادر على أنه يتصرف ويأخذ القرار حتى لما بيدخل الجامعة يكون مستقل تماما ويبدأ مرحلة التعليم وتعطي الأدوات يعني هي إعطاء للأدوات وتهيئة للولد والبنت وتجهيز وتحضير لهم يكونوا قادرين على أنهم يستقلوا في تحصيلهم العلمي والاجتماعي والنفسي بشكل كامل هذا وجدنا وبدأنا نتعامل بالواقع بدأنا نتعامل على أساسه فأستاذ سامر ما رأيك الآن بناء على هذا الكلام هل ما قلت أنا تصوري سليم هل فعليا المدرسة تهيئ الولد نفسيا وشخصيا ليواجه الحياة ويواجه المستقبل الأكاديمي والاجتماعي نعم أنا ما شاء الله يعني هذه تجربة مهمة جدا أنا أريد أن أشير هذا بعض الأحيان حتى المدارس العامة في مبالغة في المواضيع هذه هذا القرار بعدم إدخال البيرنت يعود للإدارة نفسها نعم والعمر تبع الولد طبعا بلعب دور نحن ما تكلمنا لحدود الستة عشر سنة وما تحت إلى البيرنت لهم دور لا بأس به في المدارس الأمور اللي هي صعبة شوي أريد أن أستطيع اللي حضرتك المثال اللي ذكرته لا يرضى كثير من حتى أبناء الجليات والأخرى فبيسحبوا أولادهم بيحطهم بالبرايفت فهذا من الأسباب اللي حضرتك ذكرت لما يحس أن المدرسة اللي هو فيها أو في النيبر هو التبعه مبالغ فيها إخراج الأب والأم من دائرة الولد أو البنت فيسحب الأب أو الأب الأم للولد وبتحطه في البرايفت سيستم فهذا من الأسباب ولكن أعطيك أمثلة أخرى قد تكون أصعب يلي هي يأتي عند البنت اللي عمرها في السادسة الابتدائي عمرها 12 سنة وأعزلني على اللي سمت أذكره لما تقسم حصلت حالة مريضة أنت حامل أنت عندك بويفرند عفوا خرجتي معه أكثر من هيك بكثير طبعا أنت هنا السعقة أكبر بكثير يلي هي قد تكون بنتك أصلا أنا عارفة بشو عم تحكي أو عارفة شوية قليل من الموضوع بعدها بالسادسة الابتدائي أنا ما عم بيحكي دخلنا بمراحل ولكن أنا أريد أن أشير أنه هذا الأمر حتى في المستشفيات لا سمح الله قدر الله أن الواحد بنته تعبت واخد عمرها 12-13 سنة أو 14 سنة على المستشفى يخلت الطابب في الخارج ويأخذ البنت للداخل يسعى الناس الأسئلة عم تأخذ المخدرات أنت عفوا مارست العلاقة مع الرجال فبالتالي هذه الأمور هلأ هذه عليها كما كل شيء في هذه الدنيا لها إيجابيات هذه الفلسفة إيجابياتها تبني الشخصية تساعد خلينا نقول بالطلقائية تبني تساعد في بناء الشخصية ولكن من سلبياتها ما نراه في البابليك سيستم بشكل عام خروج من المدارس بشكل كتير كبير تسك يعني الناس الصبعين والبنات انتشار المخدرات بشكل غير طبيعي العلاقات القانج الأمور اللي هيك لأنه في مبالغة في بعض الأحيان بما حضرتك ذكرته أنا أعطي الولد وهذا لا بأس به ولكن للولد إدراك محدد لم بعد يصل إلى السن اللي هو قادر ياخد قرار بنفسه فهو قراره الآن يتأثر بمحيطه يتأثر بأصدقاءه والآخرين فليس هو الراشد مئة في المئة اللي كي يستطيع ياخذ القرارات الحاسمة أو قرارات كبيرة أعود وأكرر هذا الأمر يختلف أنا شفته بنفسي لأنه نحن جزء من المدارس الخاصة والعامة في كيباك فبالتالي نجتمع الإدارات والمديرين وما إلى هناك في لقاءات دورية فكنت أرى هذا الأمر اللي حضرتك ذكرته من مدير من إدارة لإدارة يختلف إدارة تطلب الإهالة يكون وإدارة ترفض وحأقول كلمة قد كمانت يعني فيها بعد سياسي شوي أنه كانت في بعض الإدارات لما تجد أنه اللي جايين هن مهاجرين إذا كانت المرأة محجبة أو الرجل كانوا يبالغوا في إخراج الأهل من الصورة مبالغة من باب الفكر النمطي أنه الأهل جابرين الولد أو جابرين البند وهذا الأمر واجهنا نحن لمسنا بيدنا وكان علينا أن نتدخل في كثير من المؤسسات حتى يخففوا هذا الضغط على الأهل المهاجرين الجدد فبس حتى أشير فإذا لخلاصة الأمر هو كل شيء له إيجابيات وله سلبيات ومن إيجابيات ولحضرت كذكرته من سلبياته ضياع البلد والبنت وعذرني في النهاية الأمر بالنسبة لهم هي أرقام لكثير منهم هي أرقام حتى أعود وأقرر ليست محضن تربوي فهنا لا يحاسبوا على نتائج التربوية فهنا ينظروا للناس كما يحد تخرج كما يحد طلع من المدرسة وما أولى هناك فقط من ناحية العلمية فقط لا غير طيب الآن هذا واقع موجود الأبناء موجودين في هذا في هذا الواقع في هذا المدرس في هذه المدارس و يعني أخذوا من هذه الثقافة وأحسوا وشعروا أنهم مستقلين لهم عام العالم كامل والمدرسة بالعكس المدرسة تحضهم أن يكونوا مستقلين وأن تكون شخصيتهم منفتحة على كل الثقافات كما نريد ولكن أيضاً تحميهم من أي تغول من أي كبت أسري يسموه كبت أسري يعتقدوا أنه كبت أسري ربما تحميهم المدارس في بعض الأمور اللي إحنا نراها يجب تدخل الأهالي فيها والمدرسة تجد أنها كبت للأولاد وتنمر على الأولاد من قبل أهاليهم والأبن الآن موجود ضمن هذا النسيج الثقافي ويريد أن يعيش مثل ما يعيش الآخرين مثل ما يتعامل ويمارس الآخرين في هذه الحالة ممكن الأبناء يتورطوا ببعض الأخطاء وربما أكثر من أخطاء البنت لو كان لها بويفرند الولد كان له وربما صار فيه ممارسات مثل المخدرات خلينا نقول عن مثل هذه الحالات هل موجود مثل هذه الحالات في مجتمعنا العربي الموجود في هذه المدارس العامة وكيف ننصح الأهالي يعني بعض الأهالي ممكن يجي يتبرى من أولاده يحكي لهم خلص أنا ممكن البعض يضرب وبالتالي تزيد الطين بله والحكومة تسحب الأولاد منه وإن لأن صرنا في مسألة جديدة في مشكلة أكبر وأعوص فالآن وقع الولد في المحظور والبنت في المحظور ماذا نقول للأهالي بداية الله يكون في عونهم رقم اثنين الحقيقة تتطلب جهاد حقيقي لضبط النفس الجهاد الأكبر كما معروف في الفقه الإسلامي فالجهاد الأكبر هو جهاد مع النفس فهي تطلب الأمر حصل عدة جرائم في كيباك أظن ما بعفز حصل في أونتيريو من عائلات قتلت أولادها والغريب الأمر أن العائلات اللي قامت بقتل أولادها ليس من منطلق ديني إنما منطلق محافظة ومنطلق تعصب الواحد يعني ما رأيش بسموه يعني يعني نرفز وطلع خلق نعم فبالتالي أخطر فقلا إذا كان حقيقة هدفي إنقاذ ابني وبنتي قضية الطرد الضرب خلص الضرب خسرته للولد والطرد خسرته فبالتالي لازم ردات أفعلنا كأباء هنا بقى تنتقل المسئولية كلية من المدرسة ومن الولد أو البنت على الأباء استيعاب الموضوع عدم الطرد من البيت أنا ضد كليا طرد البيت لأنه مجرد ما ينقطع الولد أو البنت نرمو في أحضان ما لا نريده نحن وحتى ولا يريده للمستقبلهم يعني رقم واحد رقم اثنين طبعا نعوف أمر مرفوض كليا بدون أصلا لا تبريرا ولا نقاشا ولا أخذ وعط فيها حتى في مفهومنا الثقافي الحقيقي الإسلامي ليس بوجود العم فبالتالي هذا رقم واحد عدم التعامل مع الحدث ما بدي نظر أمل سهر أمل كتير صعب ولكن تجنب الأعمالية ردة الفعل العنيف القاسي التي تقطع وحاولة الاستيعاب على قدر الإمكان والصبر على الموضوع عفوا الصبر على هذا الأمر لفترة من الوقت هلأ إذا بدي أخذ الإكستريم كيس أنا أعرف كثيرين لما قلت لك الكثيرين بالعشرات اللي يعني لن أحكي تجارب حتى ما نستبكي على السماء يعني ولكن سبحان الله العظيم ممكن مش رمضان الأول مش رمضان التاني مش رمضان التالت مش رمضان الرابع يعني الولد بعده في محيطه انتبه أنه في خطأ انتبه أنه أنا ما كنت صح السنوات الماضية فأنا أبعطيه مجال اللي يتراجع وحقيقة الأمر ها أقول لك ياهم كثيرين من اللي طلعوا خصوصا أننا نحن في كيبك في شيء اسمه مرحلة الكوليج قبل الجامعة كليات قبل الجامعات اللي هي المرحلة التحضير اللي هي الولد والبنت بيأخذوا راحتهم المطلقة قبل الجامعة الكثيرين منهم ضاع هالسنة سنتين دخل الجامعة لأنه أباء وأمهات وستوعبو خلوه في المحتمى واتبعو وخلوه أخواته معه علاقاته وخلوه على علاقة بالجالية خلوه مش مشكلة بابا خليك معي بس أوكي الولد نفسه سبحان الله العظيم أعرف والله كميات غير طبيعية لما كبر شوي سن ونصار سن تاني جامعة استيقظ أنه كنت أنا في خطأ بدأ يأخذ خطوات العودة والحمد لله رب العالمين عنا ثقافة غنية جدا عنا بفضل الله تعالى عنا عنا علم عنا اشياء كبيرة في الجالية المسلمة والعربية تستطيع التأثير على الولد ما عمل وقت إلى إعادته إلى جادة الصواب وأنا أقول لك أمثلة بالعشرات موجودة نعم طيب في ناس لما يوصل أبنائهم لهذا المستوى أو لأخطاء مثل هذه الأخطاء مشاكل مثل هذه المشاكل يكون أمامه خيارين الخيار الأول أنه يسجلوا في مدرسة إسلامية وهذا الخيار أحيانا يرفضوا الولد أو البد الخيار الثاني أنه ياخده ويعود فيه للبلاد بشكل كامل يكمل فيه المدارس يعيد يقول أني أنا بدي أخذه وأعيد تأهيله وتهيئته من جديد أعيد تربيته من جديد لكن هناك أنا بأخذ حريتي كاملة ما في حدا بيمنعني أتصرف شو ما بدي لكن لو أنا بقيت في كندا تصرفاتي ستكون محدودة والدولة نفسها تمنعني من أني أتماد بتصرفاتي نحو ما أريده فبيأخذهم وبيروح فيهم على البيئة الأصلية تبعه بلاده والأم حتى يتصرف بالطريقة الشعبوية اللي كان يتصرف فيها زمان ما هي رسالتك للآباء والأمهات في هاتين حالتين أنا هعطيك أكثر من هيك أنا أتتني حالة كانت بنته في سنة الأول عمرت 13 أو 14 سنة سنة أول والتاني والأب جاي من بلد فيها كان في هذه الفترات يعني فيها قصف ورصاص واشتباكات فقال لي أنا وصل فيني يطفح الكيل وحأعيد الأولاد والأم وأنا أبقى هنا وأخطر كلام أسمعه بحياتي يعني إلى البلد الأم وأنا أبقى أشتغل وأرسلهم المال ولكن أخي بس أنت عم ترسلهم وكانت بهذه الفترة يعني حقيقة القتل العبثي موجود بشكل كبير أمقال لي كلام يعني ما أنسى بحياتي قال لي أفضل أن تموت بنتي شهيدة بقصفه على أن أراها بهذه الحالة طبعا أنا في قلبي هذا هذا حالة الجنون وعلى فكرة تتفاجأ يعذرني الجميع أن كل مكان إنسان أكثر التزاما أكثر هو وعي وفهما أكثر الناس اللي أجدهم هكذا هني أكثر تقاليد وهذا اللي أريد أن أشدد عليه هذا موضوع آخر إذا أحببتم من أيام لأنني أثرته في أكثر من محاضرة في الجامعة مجيل وكونكورديا هنا فهي إذن لأكثر محافظة لأكثر التزاما وفهما للدين ترى أكثر استيعابا بشكل غير طبيعي أما اللي هو أكثر محافظة لأنه العيلة لأنه اسم العيلة لأنه اسمنا ولأنه اسم والدي واسم كده تيادة أكثر تشدد فطبعا أقدعنا الأخ أنه الأمر ليس يستحق أنه بنته تروح تموت في بلده لأنه لم تصل فيها الأمور هنا إلا أنها تعرفت على الشاب تعرف سطحي ومن ثم الحمد لله تم استيعاب الموضوع وإما إلى هناك فإنسان أخي قضية السفر والعودة إذا كان قرار عام الأب والأم خلاص ما بقبتنا كندا لا تناسبنا هذا حقه أنا لست إذا إنسان وجد خرج إلى بيئة وأجد هذه البيئة لا تناسبه فأرض الله يباسعة بيحمل حاله ولكن أكيد أنني ضد مئة في المئة إبعاد الأم والأولاد عن الأب لسنوات طويلة لأنه الإعادة أنا فرفضت العائلة حبينا ولا محبينا الأولاد عم بيكبروا نحن سمعنا بحالات كمان هذا موضوع اجتماعي آخر هذا الفرق في عامل الوقت هذا يؤدي حتى بين الزوج والزوجة إلى عملية افترا فأنا ضدها نهائيا إخراجوا إلى بيئة أخرى في مدرسة أخرى لا بأسة بها أعزبني ولكن أنا وقعت في هذا الإشكال يقع الإشكال في الـ عفوا يمكن أهل فلسطين بيقولوا أهل دخل الفاس بالرأس أو مضع في أي بلد نعم فاس بالرأس خدوا على المستشفى أي المدرس الإسلامي هذا خطأ كبير هذا خطأ كبير فبالتالي الأمر بتجيب لي بوضع خالص صار منتهي الوضع لسته مستشفى ولسته مراكز علاج هذه المؤسسات أنا أعيد وأكرر ليست مدارس دينية أوكي فبالتالي بيجي بأحد أنا والله كان يجي يقول لي أنا أبني وكذا أبني وكذا أبني وكذا أخذني إياه أرفضه يقول لي أنت مدرس إسلامي بدك تاخده طبعاً أنا ما هأخذه أنا ما عندي أصلاً إمكانيات أني ربي لك ابنك أنا عبحيط لك فبتيجي بلي بالسنة الثالثة أو الرابعة السلام السلام عليكم ورحمة الله داري بسكنتين بره ومطالعة بالمخدرات وجايب لي هلأ أنا صلح لك أنا ما بصلح فبالتالي أنا لازم وضح بسالي المدارس التابعة للجالية الإسلامية ليست إصلاحية هي مدارس حاضنة تربوية لها البعض تربوي هناك أمر آخر أخي مع احترامي لكل الأباء والأمهات كنا أن نسكن المدارس للأطفال ونبنيها للأباء والأبناء يعني اللي بنيجيب أولادهم والله ربيهم خمس سنوات عنا بعدين يجيبوا أولادهم لأنه نحس فيما بعد أنه حالة لأنه طبعا نحن دخلنا بتفاصيل مع الأولاد لا نتركهم لأنه المدارسنا هي تربوية ليست فقط تعليمية فتدخل بإشكالاتهم تجد الإشكال في قلب البيت فالأب يظن أنه الإشكال في ابنه أو في بنته حقيقة الأمر في كثيرة من الأحيان الإشكال عند الأب أو عند الأم كمان هذا أمر آخر يتم تدوله فإذا اتفقنا إذا أحب أني يغير البيئة كلها هو وعائلته لا بأس بها الخروج للمدرسة أخرى هذا حقه العام ما حدى من الناع وعكس أنا مع هذا الاتفاق إذا كان وجد هذه البيئة لا تسمحه ضد إذا كان دخل الفاس بالرأس إذا حفر عفر أعطيك مثالك أخي محمد إنت لو من البداية جيت قلت أنا والله إلى زوجتك إذا يا أختي أنا مني قادر أكمل هذا الموضوع فمن البداية بدي أحطه بمدرسة أقول لك أكي جيت بعد ثلاثة سنان لا سمح الله وجدت الولد فلاتية الأمور لم تستطيع المدرسة التابعة للجانية المسلمة أن تصلاح الولد نعرف تليه كيف فالقرار يتأخذ من البداية مشان هك إذا حضرتك تتذكر في البدايات سألتني في بداية المداخلة على الأب والأم رجاء 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 خصوصا الجدد لأنه يضرب درس راح راح لنا نحن الجدد أن يكونوا مع أولادهم في موضوع البدايات والله أعلم هكما يكون يعني هطنا فيها يعني الأمر صحيح يعني تفهم البيئة أو تفهم الواقع عند الآباء لما لما الولد يقع بإشكال أو البنت يقع في إشكال يجب أن يكون أكبر بكثير يعني إذا كان مطلوب في البدايات فهو في هاي اللحظة الأمر في غاية الأهمية صحيح صحيح في قضية يعني أنا أذكر لما بدأنا نطلع على المدارس ونشوف الأنشطة في المدارس أول ما بدأنا شفنا في إشي اسمه هالوين في إشي اسمه اللي هو يوم الطالب اللي هو الدي شو يسموه وي دي وهذا يعني بده يروح الولد إذا كان هو في يعني له مكان جيد في المدرسة المدرسة بتدعوه أن يروح يحضر لما بدأنا نستمع للملاحظات من إخواننا العرب اللي موجودين معنا على السوشال ميديا على الأصدقاء الموجودين كان الكل يحكي أوعت ودي ابنك أيش هالوين هذي ممنوع أوعت خليه يروح لا يشارك امنعه فأنا حقيقة أنا معلم ابني على أنه يكون جزء من القرار يكون هو جزء الأكبر من القرار فإحنا غريبين عن البيئة ولنستقبل من الأصدقاء أنه هذا أوعت بعته وغلط وعلى السوشال ميديا بيتكلم كلامه كأنه حيفارق العقيدة حيفارق دينه حيفارق ثقافته حيتنكر لكل ما ما تربع عليه ببساطة قلت لابني أنا ما بعرف هذا المكان ولا عندي خبرة فيه ولا بعرف شو بعمله أنا بدي إياك تروح أنت وإنت تشوف وإنت تقيم وإنت تقدر وتحكيني لما بترجع تحكيني إذا كان هذا positive ولا negative إذا كان مفيد ولا مضر إذا كان مسلي بسلبيات يستحق التسلي يتباح ولا مسلي بدون أي سلبيات ولا السلبيات اللي فيه لا تستحق أبداً أنه نغامر وندخل والحقيقة شفت ابني عادي راح حضر وخلص الإيفينت تبعه ورجع أعطاني تقريره بنفسه وأعطاني تقرير كامل عن هذا اليوم وحكاري عن سلبياته وحكاري عن إيجابياته وحكاري كيف لازم يشارك فيه وكيف لازم يشارك فيه ويعني وصف وصف أفضل بكثير مما سمعته من الكبار اللي متخوفين والخائفين فحقيقة هل نحن نبالغ أحياناً كأشخاص كأهالي كأولياء أمور جئنا من عالم آخر مختلف هل نبالغ في توصيف وتشريح المجتمع الذي نعيش فيه وتشريح طريقة أبنائنا وتخوفنا على أبناء كأننا بنحطهم في قم قم نقتلهم فيه نعم هذا الأمر في غاية الأهمية وكل الأهالي ونحنا أنا منهم هلأ قدر الله أني تزوجت في هذه البلاد ولكن أكيد مرأنا كنا مرينا في هذا الأمر خلينا نقسم الأمر إلى قسم القسم الأول لا يتنافى مع الاندماج أن لا أحتفل بأعياد دينية لأدر كوميونيتيز نوضح يعني ليس مشروط الاندماج أن يحتفل الغير المسلم بأعياد دينية عن بحكي وليس يتنافى مع الاندماج إذا أنا ما احتفق بكريسمس أو بالجوبشير ونفسي وهذا الأمر متفق عليه لا يوجد فيه إشكال على الإطلاق فإذن هذا هدف الأصل ليش من بالغ في بعض الأحيان هو التخوف والجهل في الأمر يعني هناك مسألتين أنا أتخوف أنه الولد يتأثر أو البنت تتأثر شوية شوية بعده وبنفس الوقت عدم معرفتي في تفصيل الحفل مثل ما ألتلي أنت بعثت ابنك وراح ابنك خبرك ورجع فإذا بعض الأحيان أنا أبالغ بالتخوف دون أن أكون مستدرك أنا أذكر قضية هالوين لأخي ليس لأولادي لأخي كان صغير بعده عمره سنتين ثلاث كما ذكرتلك وقضيت قصة هالوين كانت بعد البدايات ما عارفين شو موضوع هالوين طبعا ما كان في ميديا في هذه الفترة فحفلت الأمور في المراكز والجالية أنه هو عيد ديني يمكن معاه من الوقت أنت انتبهت أنه هذا هالوين منه حقيقة لا علاقة له بالدين لمن قريبنا من بعيد فهنا حتى ترى اللي كان ياخد محا والموقف متشدد موقف منتبه في البداية أصبح حتى عم نحكي على هالوين بنفسه فيما بعد يعني ما قاله علاقة في الدين أبدا هلأ إذا بيرجع على أصوله جزوره يعني ما بقى ولكن غير كريسمس مع احترامي لكريسمس غير وأنا أحترم كل الناس يتحتفل بأديانها هذا موضوع واضح ديني له بوع ديني كامل بالتالي أنا لا أطلب من أحد يحتفل معي أنا يهنيني في عيد وأنا أهنئ في عيد وهذا لا بأس به على الإطلاق فخليني وضح والغريب في الموضوع أنه هذه الخاصية لا يطلبها الآخر يعني الآخر لا يطلب مني أن يحتفل بكريسمس ستكون مندمج هدا هي إشكالية داخلية فيما بين هارب تليم ولكن إذا قدر الله وحصلت أعطيك مثال مسئلتين التخرج لدينا حفلات السنويات هنا في كيباك ما أعرف في أونتيريو وقت يتخرجوا قبل الكلية يطلعوا حفلة آخر السنة في حفلة المدرسة وبعدين والأولاد يطلعوا كلهم سوا كمان لما نقول الأولاد أهل المشرق يقصدوا بالأولاد الصبيعيين والبنات هلأ هذا أشكال كبير لأنه حقيقة في كثير من الأحيان حيث يكون وقائية هذه الحفلات يتخللها شرب وما بعد الشرب يعني الأولاد بعملون 15 و16 مثل باتشولر بارتيز طيب أنا عندي خيار هنا هل أمنع بنتي وابني إذا كانوا في البابليك سيستم كليا ولا والبلد يحس حال والبنت عندي خيارين يا أما أحسن الموضوع أقول لا وحي سبب إشكال كبير أو أتفاهم مع الولاد في هذا الموضوع هذه احتفالات لها قسمين أو ثلاثة قسم المدرسة قسم العشاء وأنا أقول لك يهب التفصيل لأني عشت وما أزل عيشها والقسم اللي يليه يلي بيروح لحفلة المدرسة بعدين بيطلعوا بيتعشوعة سويا إذا كانوا وضعوا مضبوط وبعدين يدخلوا البابز والسهرات وما إلى هناك فأنا أستطيع ببساطة وأنا هذا اللي عملت مع أبنائي أن يروحوا للأقسام الأولى منها على عشرة عشرة ونص انتهيت القسم اللي ينبسطوا فيه مع رفقاتهم وبتعشو سواء الأولاد الباقيين اللي حاب يروح يكمل السهرات في أمور أماكن أخرى بتيخذ أولادك وتطلع فيها هلأ بتقول لي سامر بس الولد بعده شوية طيب ولكن أنا لا أستطيع عمله كمبرومايس كامل فأنا أعطيته خليته حس مبسوط بالتخرج كان مع رفقات وقت التخرج وأخذه الصور ومبسط وكذا الولد تفاهم تفاهم كامل لأنه جاي أبن سامر لأنه تفاهم أنه عارف أنه البعدين فيما بعتتش كثير من الأحيان ليس الكل طبعا فيه كثير من الأحيان تجري أنا بعتك مثال حي حتى نساهل العملية على الناس هنا ساعته عملية اللي هي التوازن في المواضيع فإذا لأ مش لأ كليا حتى مع المطل ما ذكرت حضرتك يقوي حس خارب ولد ما بيحتفل معه مع رفقاته وبنفس الوقت ما أسمح للأمر وهنا كمان أصعب المواقف هي للتوازن والوسطية هي من أصعب من أصعب المواقف التطرف وأهيانه يعني أنا لو أعطيك كلمتين أؤمن إيمان كلي أنه التطرف الديني والتطرف اللاديني التطرف العلماني والديني والثقافي والقومي أي تطرف هو أهون المواقف أصعبها على الإطلاق والوسطية والتوازن فيها نعم والتعامل المرن يعني أنا دائما أقول الدين والتدين الحقيقي الحقيقي الذي المبني على أصول الدين الحقيقية المنابع الحقيقية أبدا ضد التطرف 100 في 100 وهو التحضر بعينه التحضر بعينه وأنا أذكر حتى أستذل بهذا حين كان ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفس الدابة ومرت قافلة النساء ونظر ابن عباس إلى النساء أشاح رسول الله برئيس ابن عباس عنها فنظر ابن عباس من الطرف الثاني على النساء نعم فالرسول الله ابتسم قابل الموقف بابتسامة وعالج المسألة بابتسامة بقيت هذه الابتسامة تربوية في داخل قلب ابن عباس حتى آخر حياته وبقي يذكرها حتى آخر حياته وكان وقتها في سن ما قبل المراهقة لنقول لكنها سن إنشائي سن بنائي لبناء السلوك والأخلاق أنا في عندي سؤال أريد أن أختم به سهرتنا هذه الجميلة الرائعة اللي استفد منك فيها بشكل كبير جدا أستاذ سامر الآن هل هناك يعني خلينا نكون صريحين ليس كل الآباء والأمهات يستطيعون أن يتحملوا ضبط النفس حين يقع أبنائهم في مشاكل بهذا الحجب فهل هناك جهات ممكن أن تساعد الآباء والأمهات تساعدهم على ضبط نفسهم وضع خطة لهم إدراكهم ما يجري توضيح الأمور الصورة كاملة أبعادها أبعاد كل تصرف سيتصرفه إن كان خطأا أو كان صوابا إلى أين سيقود يعني يمشوا معهم خطوة بخطوة حتى يصلوا إلى بر الأمان بعد مشكلة بعد مصيبة بعد صعوبة بالغة حدثت بالابن أو البنت هل هناك جهات؟ نعم أول تحدي هو أن يقبل الأب والأم أن يتكنموا في الموضوع للخارج يعني هذا أول تحدي يواجهنا طحيح يعني ما المشكلة أخي الكريم نحن المجالية ليست قليلة في الطاقات أمثال حضرتك دكتور جمال مشاء الله مليونة طاقات وناس عندها استيعاب وعارفة تستوعب الأمور تدركها وتعملها ولكن الإشكال الأكبر حدثت كما ذكرت الأب والأم اللي أصلا وصلوا إلى حالة التطرف هذه التعامل يعني كلمة التطرف الآن تفهم خطأ في التعامل أصلا لتأقنعهم أن يطلعوا يتكلموا بالخارج لما أقول بالخارج مش على الفيسبوك أصلا في الخارج عند الناس يبحثوا يعني الناس تساعدهم في الموضوع هذا التحدي رقب واحد الإمكانات موجودة والطاقة مليانة موجودة والحق يقال أمام الله هذا من تجربة أني لم أقابل إنسان على درجة عالية من التدين إلا كان فهما وثقافة اللي قابلتهم أكثر تسددا أعود وأكرر اللي هن يربطوا عقلهم بالدين وليس الدين بعقلهم يعني أنا عقلي هيك فهذا هو الدين عرفت لي كيف فبالذالي وهذا للأسف وجدناه حتى على الصعيد السياسي وجدناه في كل الأماكن فبالتالي ما يخافوا يروح للمركز بعدين كما هو البيئة ما عجبوا هذا المركز بيروح لمركز آخر وجمال الإسلام هو في إنه ليس ليس يونيك ثلاث من الشخص إلى الشخص بتروح مش معناه تتنقل اللي بتحبه ولكن حسب اللي فهمك أنا أعذرني أنا جاي الآن من الأصل من لبنان وجاي لما بدي أخذ الفتوى لازم أعرف حالي لأي مركز عن بروح أو بدي أخذ النصيحة ما بدي أروح عند الدكتور محمد فهماني من المشرق أما أنا من لبنان وباحترامي لجميع مش لأنه أنا ضد القوميات ولكن من المشرق وأركض على أخ جاي من باكستان واصل جديد أو العكس صحيح وأخذ الفتوى منه أو أخذ التوجه منه يعني يعني فيه خلق فبالتالي لابد أني فتش عن البيئة اللي أنا والأخوة الآخرين اللي جاي من باكستان وللهند لابد أيضا في البدايات نتحكي لنا قبل ما يندمجوا في المجتمع أن يروحوا عند هؤلاء الناس اللي تفهم عنهم نفس اللغة ونفس المنطقة أنا أريد أن أشير إلى مسألة في غاية الأهمية كثير من الأمهات أو الأباء مع احترامي لكل المتخصصين والاختصاصين يتجهوا إلى اختصاصين لا بفهم ودينك ولا لغتك ولا المنطقة تبعك ولا ثقافتك ولا تقليدك بدون يخدم منه النصيحة أعزلني أي نصيحة بقى يعني أصلا لا أستطيع أعطيك النصيحة يجب أن يكون على فهمانك وفهمان البيئة تبعك هذا سبب كثيرا من الإشكالات عنا في الجالية وفي أمور أخرى يعني ليس فقط في التعليم فإذا نعم في جهات ممكن يلتجوا لها أترجى وأتمنى على كل الأهالي أن يتجنبوا النقيدين لأنه أخي محمد أنا وأنت الآن نتكلم عن تطرف واحد صدقني ما أخافه وما أراه هو التطرف الثاني اللي هو أراه الآن في الأجلية القادمة بالأباء والأمهات الجدد اللي الآن هن في مرحلة التماهي ولاس الاندماج يحط أولادهم لا عارفين أولادا ورايحين ونحكي في الأجلية عمرها 30 سنة الآن اللي الآن بدأت أولادها تدخل المدارس 30-35 سنة أنا نعرفهم يعني بتكون بين نارين النار الأول اللي هو متشدد ولا وكيف عم يصير وكذا النار الثاني الآن اللي بدأنا نلبس والله يستر الأجلال اللي بعدها اللي هي عملية انحلال انسياح كامل لا عارفين شو صاعد لا عارفين وحقه يطلع ما بده ما ينزل ما بده وكمان هذه مسألة كمان لها وما عليها فيما بعد إن شاء الله ولكن نختم معكم أول شيء شكرا جزيلا ونصيحة الأهل وأتر أرجوهم ما يستغنوا عن البنت ولا عن الصبي مهما حصل معهم نندم نحنا ونحاسب عليهم نحنا وحيقصروا مستقبلهم لأنه حقيقة مثل الأهل مثل البيرانت لا الولد حيجد مثل أهله مهما تعرف على الناس في الخارج ولا الأولاء الأهل حيجدوا من يحبونهم كما أولادهم يعني فالله يبارك فيكم وأرجو المعدرة على الإطالة أرجو المعدرة على الاستطراض أرجو المعدرة إذا كان هناك أكيد حصل أخطاء كتير يعني أو أرأ قد لا تعجب الجميع ولكن ما أقول حقيقة أمام الله هي ليست نظريات هي تجارب 30 سنة متواصلة في هذا الميداني إحنا بنشكرك أستاذ سامر لقاء معك لا يمل والحقيقة المعلومات يعني تتدفق بغزارة اللقاء كان غني جدا بجزء دخلنا في بعض الاستفرادات النفسية ولكنها مهمة جدا للأهل حتى يستوعبوا ما يعيش الإبن وحقيقة البعض يعتبر أن ما يعيش الإبن أمر طبيعي أنه يعني مجرد فقط سويتش بيغلقوا وبيفتحوا بيفتح هذا الباب على العالم أو بيغلقوا ببساطة على العالم لا لو هو حط نفسه مكان ابنه حيكون الأمر صعب جدا وحيشعر صعب جدا عليه الأبناء أكيد يعيشوا في لحظة مهمة جدا من الاندماج والمحافظة على الهوية هذا الأمر ليس سهل عليهم هم أولا كما هو ليس سهل على الأبوين بنفس الأمر أكرر الشكر أستاذ سامر وأتمنى أن تكون المعلومات هذه وصلت للأصدقاء وممكن الأصدقاء اللي ما كانوا موجودين معنا في مباشرة في الباب ممكن يرجعوا للتسجيل بعد ذلك ويشوفوه وإحنا إن شاء الله لقاءاتنا مستمرة في نفس السلسلة حتى ننتطرق لمواضيع أخرى تمس الأباء والأبناء ويعني تنتشل الأبناء الغارقين في الأخطاء وتعزز من لديهم شخصيات متميزة تحافظ على هويتها وبنفس الوقت تندمج بسهولة وأريحية مع مجتمحها نعم أخي محمد ممكن إضافة الأمر يعد للكم أتمنى عليكم استضافة الأبناء والبنات على برنامج وتعطوهم مجال الكلام نعم وهن شو عندهم ملاحظات نعم فيعني هيك مرة هدف التحدي كبير عارف وما بدنا أولاد كتير يكونوا هيك يعني ما شاء الله عصيرات المستقيم مئة في مئة بدي أولاد حقيقة مروا بتجارب إذا وجدناهم مستطعوا استعدوا يطلعوا لأنه هؤل هكونوا مفيدين جدا جدا يلي مرأ بمرحلة قد سمح الله يكون شز فيها لأنه نريد تفاصيل منه هي حياته الخاصة بس يحكي لنا كيف حس كيف تعامل معه وأهله كيف عاد إلى الطريق الصحيح فيما بعد يعني إذا كنا في مجال نعم نحن ربما لا تدري نحن بدأنا بالأبناء أستاذ سام عفوا نحن نحن لا لا أبدا ملاحظة مهمة نحن بدأنا بالأطفال بشكل بشكل وجود بمواهبهم بعلاقتهم مع أهلهم يعني عبروا عن شخصياتهم بعدين انتقلنا للهاي سكول كانت حلقة واحدة في الهاي سكول وبعدين قلنا خلينا نتكلم مع أولياء الأمور ونشوف الآباء والأمهات فبدأنا لقاءنا لكن أكيد سنرجع ونعيد الكرة مع الأبناء اللي في الهاي سكول لأنه مثل ما تفضلت بدنا نسمع منهم أكثر وبدنا يكون لهم مجال للحوار أكثر وأكثر وأكثر لأنه في الأخير الاستماع إليهم والتلقي منهم أمر مهم جدا نعم شكرا شكرا إلىك سيد سيد وأريد أن أذكر الإخوة أنه غدا سيكون يوم الأحد سهرة في العادات الرمضانية لأهل مصر والسودان بدأنا هالأسبوع اللي فات الشام العادات الرمضانية لبلاد الشام كان معنا من كل دول بلاد الشام وغدا سيكون العادات الرمضانية لمصر والسودان فكونوا معنا إن شاء الله غدا الساعة العاشرة بتوقيت أتوى تورنتو وهذه توقيت الشرق بكندا وشكرا جزيلا للجميع لكل من شاركنا بالرأي والتعليق والتوجيه شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم واتصبحون على اللقاء شكرا شكرا